موسيقى عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي يؤكد بأن الحوثي ينفذ أجندة إيرانية تخريبية تستهدف اليمن والمنطقة رئيس الوزراء يستقبل في العاصمة عدن سفيرة هولندا لدى اليمن الكثير يشيد بجهود فرض الأمن والاستقرار بمحافظة لحج ويتطالع على أوضاع شركة النفط في العاصمة عدن لقاء مشترك لرئاسة الهيئة العليا والأمانة العامة لمؤتمر حضر موت الجامع يقف أمام آخر المستجدات محافظ حضر موت رئيس اجتماعا لمناقشة أوضاع كلية الشرطة ويتطلع على الأوضاع الأمنية بساحل حضر موت موسيقى أينما كنتم مشاهدين الكرام طيب الله وقاتكم وإلى تفاصيل هذه نجرة الإخبارية من قناة عادة أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية الشيخ عثمان مجلي خلال لقائه سفير مملكة النرويج لدى السعودية واليمن السيد توماس إن الحوثي ينفذ أجندة إيرانية تخريبية تستهدف اليمن والمنطقة وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وأسبل التعاون في دعم الشعب اليمني للمضي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والاستفادة من الجهود التي يبدلها لشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الجانب واستمع مجلي من السفير إلى الأنشطة التي تقوم بها مملكة النرويج لدعم جهود السلام ونزع الألغام والشؤون الإنسانية وموقف النرويج الداعم لمجلس القيادة والحكومة والشعب اليمني استقبال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد المالك في العاصمة عدن سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية والاقليمية والدولية وتطرق اللقاء إلى جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أجل السئنة في العملية السياسية في اليمن ومنها التحديات والمخاطر المحدقة بأمن واستقرار المنطقة وذلك مع الجهات الحوتية الإرهابية على الملاحة الدولية والموقف الدولي المطلوب لمساندة الحكومة الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وشدد رئيس الوزراء على تعاطي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الإيجابي مع جهود إحلال السلام وأن تصب في مصلحة اليمنيين وتسهم بإيقاف الحرب الاقتصادية لمليشة الحوثي ورفع حصارها المفروض على الطرق ومدينة تعز ووقف انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لافتا إلى أهمية تبني المجتمع الدولي موقف قوي لحماية آليات الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني في مناطق المليشة الحوثية وبدورها جددت السفيرة الهولندية التأكيد على موقف بلادها المساند والداعم للشعب اليمني حتى تحقيق السلام بحث وزير الدفاع الفرق ركن محسن الداعري مع القائد العام لقوى الدفاع البحرين المشير ركن الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة في مقر قيادة قوى الدفاع البحرين في المنامة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتمنى وزير الدفاع التضحيات الكبيرة والمشاركة الفعالة لقوى الدفاع البحرين ضمن القوات تحالف دعم الشرعية بقيادة مملكة العربية السعودية لمساندة الشعب اليمني وقواته المسلحة في مواجهة انقلاب المليشة الحوثية مجددا تعزيه في استشهاد خمسة من قوى الدفاع البحرين مؤخرا في الحد الجنوبي للسعودية وذلك بعملية استهداف حوثية جبانة وغادرة التقى وزير الدفاع الفرق ركن محسن الداعري على هامشي قمة حوار المنامة وزير الدولة الأعلى في وزارة الدفاع السنغافورية زكي محمد وبحث سبل العلاقات المستقبلية بين وزارة الدفاع البلدين الصديقين كما التقى وزير الدفاع مع عدد من رؤساء الوفود والمسؤولين ومدراء المنظمات المهتمة بتتبع تهريب الأسلحة والذي تنشط فيه الميليشيا الحوتية من خلال إمدادها من النظام الإيراني وحزب الله اللبناني بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك مع القائم بعمال سفارة اليابانية لدى اليمن كازاهيرو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتطرق الجانبان إلى المستجدات والجهود المبذولة لإحلال السلام واستئناف العملية السياسية في اليمن إلى ذلك جدد بن مبارك إذانة اليمن واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية مؤكدا إن استهداف الممنهج للمستشفيات والمرضى وكذلك الأعيان المدنية الذي يحتمي بها المدنيين هي جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية وعلى المجتمع الدولي ككل أن يدينها ويعمل على وقفها ابتتح وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري بالعاصمة عدن مدار السماء عدن العالمية الأهلية بمناسبة الدكرى السادسة والخمسين للاستقلال الثالثين من نوفمبر المجيدة وخلال الابتتاح طاف الوزير العكبري على أقسامي وشعب مدارس سماء عدن متعرفين على أبرز ما تحتويه المدارس مما عامل للعلوم والحاسوب والروبوت واللغات والواقع الافتراضي وأشاد وزير التربية بمدارس سماء عدن العالمية من خلال ما تمثله من جهود تعليمية مناسبة وفق لأرقى التجهيزات العالمية مشيرا إلى اعتزازه بهذا الصرح العلمي الذي يشكل نقلة كبيرة على مستوى التعليم الأهلي والخاص في بلادنا وتخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي في العاصمة عدن مع مدير عام شرطة السعير في عدن العميد جمال ديان إمكانية تفعيل الإشارات المرورية الضوئية في الخطوط والطرق الرئيسية وقال الوزير الحريزي إن الوزارة ستكلف فريق لإعداد دراسة متكاملة تشمل توزيع الإشارات المرورية للتنظيم حركة السير وذلك انطلاقا من الحرص على سلامة المرورية للمواطنين والحفاظ على ديمومة الطرق التي تعتعرض للأضرار بسبب الحوادث المرورية من جانبه تطرق العميد ديان إلى الصعبات التي تواجه شرطة السير ومدى ازدحام الطرق الجديدة والمناطق ذات الكثافة السكانية في الشيخ عثمان والشعب إضافة إلى الدوارات والتقاطعات تفقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري وأمين عام المجلس المحلي بعدن بدر معاون سير الأعمال الانشائية بمشروع قرية السلام السكنية بمدينة الشعب بعدن وخلال الزيارة قدم رئيس مؤسسة رفقاء الإنسانية دكتور مراد الداعري شرحا حول الأعمال الجارية في المشروع وما تم إنجازه وثمن الزعوري الدعم السخيم للشقاء في دولة الكويت لتمويل مثل هذه المشاريع المخصصة للأرامل والأيتام والأسرة المتضررة في عدن من جانبه أوضح بدر معاون إن قيادة السلطة المحلية بعدن قد وجهت كافة الجهات المعنية بتسهيل مهام إدارة المشروع وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع في الموعد المحدد التقل أستاذ علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية بمكتبه بمقر الجمعية وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد واطلع الكثيري على أوضاع المواني في محافظات الجنوبية وفي مقدمتها ميناء عدن وجهود الوزارة لتطوير النشاط التجاري والملاحي للمواني ومواجهة التحديات الراهنة وسير حركة النقل البري للسلع والمنتجات بين المحافظات والقادمة من الدول المجاورة وكذلك أدى نشاط الهيئة العامة للطيران المدني وأوضاع المطارات في المحافظات الجنوبية والصعوبات والعراقيل التي تعترض سير عمل الوزارة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد متنيا على الجهود الكبيرة التي تبدلها الوزارة لتحسين حركة النشاط التجاري والملاحي في ميناء عدن وبقية المحافظات كما أكد الكثير على ضرورة إيجاد استراتيجية لجلب استثمارات في مختلف قطاعة النقل وتوفير التأمين المطلوب للشركات والمستثمرين اطلع القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ علي الكثير على سير الأداء الأمني بمحافظة لحجة جاء ذلك خلال لقائه العميد طارق أحمد الجنيدي مدير أمن محافظة لحجة حيث استمع منه إلى شرح واف حول الجهود التي تبدل من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة لحجة لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة للمواطنين وأشاد الكثير بجهود التي تبدلها الأجهزة الأمنية بمحافظة لحجة لرصد تحركات العناصر الإرهابية ومكافعة الجريمة بكافة أنواعها وضبط العناصر التقريبية التي تهدف إلى نشر الفوضى في المحافظة معبرا عن تقديره لما حققه أمن لحج من نجاحات في شتى الأصعدة ناقش الأستاذ علي الكثير القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية مع الدكتور صالح الجريري المدير العام لشركة النفط بالعاصمة عدن أو ضاع الشركة وبحث اللقاء ما تقوم به من جهود لتمويل السوق المحلية بالمشتقات النفطية وبرمجها للتطوير وتنظيم عمل المحطات الحكومية والخاصة وخططها للحفاظ على استقرار الحالة التموينية وأشاد رئيس الجمعية الوطنية بالجهود المبدولة من قبل شركة النفط في تأمين حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية وضمان استمرار عملية ضخها إلى المحطات الخاصة مؤكدا إن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تسعى جاهدة إلى دعم كافة الجهود التي من شأنها تحسين وتطوير الوضع العام في الجنوب على كافة الصعد استقبل الأستاذ علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية في مقر الجمعية السيدة ساندرا كريمن نائب مدير المشاريع والشؤون القانونية بمنظمة نداء جنيفة السويسرية وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمنظمة السويسرية في جانب توعية لحماية المدنيين من النزاعات وإقامة دورات بناء القدرات وحقوق الإنسان والتدريب والتأهيل لمنتسبي القوات الأمنية والعسكرية في القانون الدولي وحماية المدنيين والتوعية بخطر استخدام الألغام وحماية المتضررين وحماية الأطفال والنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني وأكد الكثير ترحيب المجلس الانتقالي بالعمل مع منظمة نداء جنيف وكافة المنظمات الدولية العاملة في الجنوب ومنها تعزيز عملها الإنساني والحقوقي مشيرا إلى أن المجلس يحرص على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وضمان الحقوق والحريات في الجوانب كافة ويسعى دائما لتطوير المفاهيم الدولية الإنسانية والحقوقية لدى القوات المسلحة الجنوبية ترأس الشيخ عمر بن حبريش العدي رئيس مؤتمر حضر موت الجامع بمدينة المكلة لقاء مشتركا لرئاسة الهيئة العليا والأمانة العامة لمؤتمر حضر موت الجامع وخلال اللقاء أشار الشيخ بن حبريش إلى أن المرحلة الراهنة وما تشهده من مستجدات تتطلب المزيد من العمل الجادة مؤكدا على أهمية دور المؤتمر الجامع خلال هذه المرحلة بما يحققه من أهداف والعمل مع جميع الأطراف والقوى التي تحترم إرادة أهل حضر موت وتطلعاتهم وفي اللقاء أكد المجتمعين على انفتاح المؤتمر الجامع على جميع الأطراف والقوى السياسية بالإضافة إلى تعزيز العلاقة مع الإشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بما يخدم مصالح حضر موت وأهلها وتناول اللقاء التهديدات التي تواجه حضر موت وتحدياتها الأمنية مؤكدين على التخاطب مع قيادة الدول لحلحلة القضايا التي تبرز من وقت إلى آخر ومعالجتها أولا بأول ووقف المجتمعون أمام مذكرة نيابة استئناف حضر موت الموجهة لنيابة غرب المكلة المتضمن استدعاء للشيخ بن حبريش وعليه أدان المجتمعون هذا التصرف الخاطئ والمخالفات القانونية وضرورة محاسبة من قام بذلك عبر الجهات المختصة وصل محافظ حضر موت مبهوت مبارك بن ماضي الاثنين إلى عاصمة المحافظة مدينة المكلة مختتما زيارة عمل للعاصمة عدن استغلقت 11 يوم وحمل المحافظ خلال زيارته لعدن الملفات الخدمية والتنموية والأمنية واضعا إياها على مجلس القيادة الرئاسي واجتماع مجلس الوزراء ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء المختصين وأبرزها ملفات الكهرباء والمياه والطرقات ومشاريع المحافظة واحتياجات مواطنية وناقش المحافظ خلال الزيارة سبل تطوير أوضاع السلطة القضائية إلى جانب بحث التنسيق مع البنك المركزي لاعتماد آلية لتوفير السيول النقدية والتعجيل بمستخلصات المحافظة وتم خلال الزيارة مناقشة أوضاع قطاع النقل وأوضاع النازحين والقطاعين الزراعي والسمكي ومناقشة أوضاع الموظفين وتسوياتهم والمتعاقدين ووقع محافظ حضر موت على اتفاقية تنفيذ مشروع جسر غيرير بمدينة المكلة اطلع محافظ حضر موت مبقوط مبارك بن ماضي بالمكلة على التقرير العام لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضر موت للعام الحالي واستمع المحافظ من مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مبارك باب الغيث إلى محتوى التقرير الذي شمل مستوى الانضباط الوظيفي ودراسة احتياجات الوحدات الإدارية وملخص بمن بلغ حد الأجلين وحقوق الموظفين والمتعاقدين وأشاد المحافظ بالتقرير والعمل المؤسسي في المرافق والوحدات الإدارية لافت إلى أهمية رفع كفاءات الموظفين من خلال برامج التدريب والتأهيل والاهتمام بالأرشفة الإلكترونية والانتقال إلى العمل الإلكتروني في جميع المؤسسات والهيئات والوحدات الإدارية ناقش محافظ حضر موت مبهوت مبارك بن ماضي رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مع مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضر موت العميد مطيع المنهالي الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الحالة الأمنية وقدم العميد المنهالي شرحا عن المستجدات الأمنية وجهود الوحدات والأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن وضبط الخارجين عن القانون وأشاد محافظ حضر موت بيقطة ودور الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقة المتميزة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لمكافعة الجرائم وضبط مرتكبها التقى محافظ حضر موت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوث مبارك بن ماضي بالمكلة قيادة كلية الشرطة بحضر موت وجرى في اللقاء مناقشة أوضاع الكلية وسبل تطوير مناهجها التعليمية وبارك المحافظ للمدير الجديد للكلية العميد دكتور صالح بن ناصر التميمي بصدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعينه مديرا لكلية الشرطة بحضر موت داعيا إلى تعاون قيادة الكلية للرفع من شأنها ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية لتعزيز مكانة هذا الصرح الشرطوي الحيوي الكبير اطلع محافظ حضر موت مبخوث مبارك بن ماضي بالمكلة على التحطيرات لتدشين مشروع التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة والأيتام الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنفذ من مؤسسة يماني وتعرف المحافظ خلال لقاء إدارة مؤسسة يماني برئاسة مدير مكتبها بحضر موت مختار بامعبد إلى التحضيرات لإقامة المسرح الميداني للأسر والأيتام وجهود المؤسسة في المجالات الإنسانية المتعلقة بتوزيع السلال الغذائية وتوزيع الأضاحي ومساعدة دوي الإحتياجات الخاصة ناقش محافظ حضر موت مبخوط مبارك بن ماضي بالعاصمة عدن مع وزير الدولة القاضي بدر العرضة أوضاع المحاكم والنيابات بمحافظة حضر موت وسبل التعزيز بنيتها التحتية لتطوير آدائها واستعرض اللقاء القضايا المتعلقة بتعزيز أداء المحاكم والنيابات والسبل الكفيلة بتطويرها والتعميم الخدمة الإلكترونية على مختلف المحاكم وربطها بالبوابة الإلكترونية لوزارة العدل كما تضمن اللقاء مناقشة سبل إعادة العمل بالمحاكم المتوقفة والأليات المناسبة للرفع من مستوى الأداء فيها وإنشاء مركز للطب الشرعي بمحافظة حضر موت وتطوير البنية التحتية للمنشآة السلطة القضائية بهدف الدفع بعملية المنظومة القضائية وأكد وزير العدل دعم الوزارة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز السلطة القضائية والعمل على ترتيب أوضاع المحافظة قضائيا وإعادة تفعيل المحاكم التي تعتر العمل فيها ومعالجة جوانب القصور التي تعاني منها بعض المحاكم قام محافظ حضر موت مبغوث مبارك بن ماضي بزيارة لوزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي بمنزله في راس العرى بمحافظة لحج واطمأن محافظ حضر موت على صحة اللواء الصبيحي مؤكدا أنه يعد وسيظل رمزا للشجاعة والتضحية والإقدام لجميع منتسبية القوات المسلحة وأبناء الوطن ورمزا للثبات في مواجهة الميليشيا الإنقلابية وتحقيق الانتصارات في جبهات العزة والكرامة وتحملهم للإخفاء القصري لثمانية أعوام في سبيل تحرير الوطن والدفاع عن الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة مشيرا إلى أن الوطن يفخر بتضحياته ومقاومة وثبات اللواء الصبيحي ورفاقه باشرت لجنة الاستلام والتسليم المكلفة من محافظ حضر موت برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة صال عبود العمقي إجراءات الاستلام والتسليم بممنى الكلية بحضور أعضاء اللجنة كافة وخلال اجتماع اللجنة أشاد العمقي بدور المدير السابق للكلية اللواء سالم الخنبشي وحصي على استقرار العملية التعليمية في الكلية طيلة فترة توليه قيادتها خلال المرحلة السابقة داعيا القيادة الجديدة إلى العمل على ديمومة النشاط المستمر بوتيرة عالية والحفاظ على المنجز الشرطوي المكتسب الذي تحقق لحضر موت كما أنه نوها إلى ضرورة تعاون كافة مديري الإدارات والاقسام المختلفة مع القيادة الجديدة لما من شأنها تطوير وتحديث أساليب العمل الإداري والمهني بالكلية مشيرا إلى أن السلطة المحلية برئاسة المحافظ من ماضي حريصة على إنجاح مهام الاستلام والتسليم من منطلق حرصها على استقرار العملية التعليمية لمنتسبية الكلية والالتزام بالمسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق قيادة المحافظة دشنا وكيل محافظة حضر موت لشو مديرية الوادي والصحراء عامر العامري برنامج بناء القدرات المؤسسية لإدارات الأزمات والكوارث وفي حفل التدشين أشار الوكيل العامري إلى أهمية البرنامج التدريبي لتسليط الضوء على الأدوار والمهام المطلوبة للإدارات والمنظمات المجتمع المدني لمواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية والحد من الخسائر التي تنتج عنها من جانبي أوضح مدير البرامج والمشاريع بمكتب الندوى عبد السلام المسوري بأن البرنامج يهدف إلى رفع قدرات المشاركين في الخطط العامة للإندار المبكر ومواجهة الكوارث والأزمات دشنا وكيل محافظة حضر موت لشو مديريات الوادي والصحراء عامر العامري ومعه وكيل المحافظة الحكم بن شرمان ورشة عمل لمناقشة الدراسات التشخيصية الواقع الاقتصادي وبئة الأعمال والقطاعات المنتجة في حضر موت وفي افتتاح الورشة أكد الوكيل العامري على أهمية إقامة مثل هذه الورش التي تهدف إلى استعراض وتحليل ما توصلت إليه الدراسة لواقع حضر موت الاقتصادي وتحليلها مشيرا إلى أن مشاركة الجميع في الإسهام بالرؤى المستقبلية الاقتصادية لحضر موت يساعد السلطات لوضع الحلول المناسبة للنهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة دشنا وكيل محافظة حضر موت لشو مديريات الوادي والصحراء عامر العامري ومعه وكيل المحافظة الحكم بن شرمان بسيئون 30 برنامجا لرعاية الطفولة بوادي حضر موت تنفذها مؤسسة الشافعي للتنمية تزامنا مع اليوم العالمي للطفولة وأكد الوكيل على أهمية هذه البرامج التي تهدف إلى بناء قدرات الأطفال المهارية والإدراكية وتنمية مهاراتهم الحياتية والاندماج في المجتمع مشهدا بالتجربة الرائدة للمؤسسة الشافعي في تنفيذ البرامج النوعية والسهداف شريحة الأطفال بشنا وكيل محافظة حضر موت حسن الجيلانية الورشة الخاصة بمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن وفي التدشين كذل جيلانية أهمية مثل هذه التدخلات التنموية التي تسهم في تعزيز دور السلطات المحلية وخلال حديثه نقل الوكيل الجيلاني تحايا محافظ حضر موت مؤكدا أهمية مخرجات المراحل السابقة في أي مشروع يهدف إلى تعزيز دور السلطة المحلية ومقدمي الخدمات من أجل تعزيز القدرات المحلية وتدريب وتطوير مقدمي الخدمات المحليين قام المدير العام لمديرية مدينة المكلة العميد عبدالله بايعشوت بنزول ميداني إلى المواقع المخصصة لبناء مخابز خيرية مدعومة بمنطقة بويش شرق مدينة المكلة وذلك حتى لا تكن حجر عثرة أمام تنفيذ العمل مؤكدا إلى أن السلطة المحلية بالمديرية تهتم كثيرا بإنشاء المخابز الخيرية المدعومة كونها تمثل عائلا ومعين للمواطنين من خلال حصولهم على رغيف الخبز بأسعار مناسبة وفي سياق آخر تفقد المدير العام لمديرية المكلة سير العمل بمبنى الدفاع المدني بمنطقة روكبة متعرفا على نسبة الأعمال المنجزة بالمشروع والأعمال المتبقية موجها بزيادة وطيرة العمل بالمبنى حتى يتم الانتهاء من العمل في الوقت المحدد يعاني المواطنون في مديرية ساه بوادي حضراموت من تردي الخدمات الصحية في المستشفى الريفي والمراكز الصحية التي تفتقر لأبسط الأجهزة الفنية ناهيك عن النقص الكبير والعجزة المستمر وأكدت مصادر مطلعة أن قسم الأشعة في مستشفى الساه الريفي مغلق لفترة قاربة العام دون أي تحرك من الجهات المعنية بالرغم من المطالبات المتكررة لإصلاح أجهزة الأشعة الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطنين الذين يشدون الرحالة إلى المديرية المجاورة لقصد العلاج التقى وكيل وأول محافظة المهر العميد الدكتور مختار الجعفري رئيس اللجنة التنسيقية لرعاية الطفل الحذف بالمحافظة القاضي حسني بن عويض وأعضاء اللجنة لمناقشة القضايا المتعلقة بالأحداث الجانحين وأكد الوكيل أول اهتمام السلطة المحلية الممثلة بالمحافظ بن ياسر بقضايا الأحداث والمرأة متمنان للجهود التي تقوم بها اللجنة التنسيقية من خلال اهتمامها بمثل هذه الأعمال من جانبه استعرض بن عويض الهدف من إنشاء اللجنة ومهامها وطبيعة عملها في إطار الشراكة بين وزارة العدل ومنظمة اليونسيف ووضع الأحداث في دور الرعاية وتأهيلهم وأصلحهم حتى يعود الحدث الجانح مواطنا صالحا يشارك في تنمية المجتمع مشروع طحن الحنة من المشاريع المدرة للدخل لكثير من النساء التي يعلن أسرهن بعد أن تقطعت بهن السبل وأصبحنا يواجهن ظروف معيشية صعبة جمعية تمكين وتنمية المرأة الريفية بمحافظة لحج استطاعت أن تحقق نجاحا في هذا المشروع التفاصيل في هذا التقرير جمعية تمكين وتنمية المرأة الريفية بمحافظة لحج أول من أسس معامل إنتاج مطحون الحنة بالمحافظة عقب دراسة أجرتها بعد توفر المواد الخام من الطبيعة خاصة أنها عشرات المزارعين ذهبوا لزراعة الحنة في المنطقة المنطقة المحلي الذي يزرع في مديرية التبن والذي يتم تجهيزه وإتمامه وتسويقه في السوق المحلي وأيضا الآن يتم تسويقه إلى الخارج في بعض الدول العربية والأجنبية العاملات يقومون بتشفيف الحنة ثم طحنه على آلة الطحن ليصبح مقشورة ثم يدفع إلى آلة الطحن الدقيقة ليتحول بعد عملياته الطحن مزحوقا جاهزا للاستخدام كما تقوم العاملات في المركز بالاستفادة من قشور الحنة الباقية بعد عملية الغربلة في استخدامه وذلك في صناعة المباخر وفخار الزينة التي غالبا ما يتم استخدامها في المحافظة طبعا كل معمل من هؤلاء المعمل تتكون بـ 12 عاملة زراعية مكونة منها رئيسة فريق ومديرة مسؤول التسويق والمالي ومشرفة الأعمال الإنتاج المركز بحاجة إلى العديد من الإمكانيات أبرزه آلة تغريف حديثة مواكبة لطلبات التصدير بالخارج نهيك عن الكهرباء ثم تلعائقا كبيرا أمام استمرار العمل في المركز في البلد التي تنخر فيه الحرب من كل الاتجاهات أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 12.916 والجرح إلى نحو 32.850 جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول العدوان إنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدثة بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة وانهيار الخدمات الاتصالات في المستشفيات شمال القطاع وبيّنت إن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس الأحد أكتر من 12.700 شهيد بينهم نحو 5.350 طفل و3.250 إمرأة و6.95 مسنا فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 30.000 مصاب واستشهد أكتر من 12 فلسطينيين وأصيب العشرات جراء استهداف القوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأندنوسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر والقدائف المدفعية في محيطه وأطلق الجيش الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر إلى المستشفى الأندنوسي الذي يعج بالجرحة بالتزامن مع قصف المدفعية الاحتلال محيط المستشفى بشكل عنيف مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة بينهم طبيب إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع وأدى قصف الاحتلال إلى انقطاع الكهرباء على المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل وتمركز دبابات الاحتلال أمام المستشفى وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع الآلاف الجرحى والطاقم الطبية والنازحين في إدائرة الموت نتيجة للاستهداف المباشر والمتكرر للمستشفى الأندنوسي المشاهدون الأكارم وهذا الخبر الأخير كاشفت وكالة الأمم المتحدة لغوط وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنورواء إن أعداد النازحين في قطاع غزة وصل إلى نحو مليون وسبعمائة ألف جرح وأشارت الوكالة في بيان لها إلى إن 670 ألف نازح موجودين في 97 منشئة في وسط غزة وخان يونس ودير البلح وفي مركز تدريب خان يونس ونحو 160 ألف في 57 منشئة شمال قطاع غزة وأظهرت بيانات الوكالة إن هناك عدد كبير من النازحين من الأطفال وخمسة ألاف امرأة حامل وأكثر من ألفين شخص من دول إعاقة وأصحاب أمراض مزمنة ومصابين بالسرطان وحدثوا الولادة بينما نزحوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة المشاهدون الأكارم نشرتنا انتهت فتذكيرون بأبرز العنوين عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي يؤكد بأن الحوثي ينفذ أجندة إيرانية تخريبية تستهدف اليمن والمنطقة رئيس الوزراء يستقبل في العاصمة عدن سفيرة هولندا لدى اليمن الكثير يشيد بجهود فرض الأمن والاستقرار بمحافظة لحج ويتطلع على أوضاع شركة النفط في العاصمة عدن لقاء مشترك لرئاسة الهيئة العليا والأمانة العامة لمؤتمر حضر موت الجامع يقف أمام آخر المستجدات محافظ حضر موت رئيس اجتماعا لمناقشة أوضاع كلية الشرطة ويتطلع على الأوضاع الأمنية بساحل حضر موت قدمنا لحضراتكم مجاهدين الكرام نشرة مفصلة من قناة عاد طبتم وطابة أوقاتكم وإلى اللقاء ولكم طيبة كحاية مني ومن ضريقي عملي هذه النشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة